الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السؤال ما رأي الإسلام في رجل حج بمال قدم له تكرما من شخص يعني هبة من شخص كرم من شخص لكن هذا الشخص يملك خماره علما بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة الجواب بتوفيق الله عز وجل نقول أولا نسأل الله أن يغنيك عن الحج بمال خمارة هذا المفروض أن يحاول المسلم أن يحج بمال حلال حتى يكون حجه حجا مبرورا والحديث معروف الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور هو أول شرط فيه بعد النية الخالصة لتجريد النية لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حديث النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى الشرط الثاني أن يحج بمال حلال لذلك نرى بعض الناس من الذين يريدون أن يحجوا يحاول أن يرى مكسبا قادما من طريق ليس فيه شبهة ويحاول أن يوفره للحج حتى يكون حجا طيبا في الأحاديث أنه عندما يقول الحاج بمال حلال لبيك اللهم لبيك يرد عليه لبيك وسعديك أما الحج من مال حرام عندما يلبي يقول لبيك اللهم لبيك يرد عليه لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك ارجع مأزورا غير مأجور فلو أن رجلا تبرع له من ماله الحلال من الممكن أن يقبله لكن ليس مطلوبا منه أن يتخبله ليس فرضا إن أرد أن يقبله يقبله لكن هذا أدعى إلى القبول لو واحد جاء لرجل وقال إني أريد أن تحج على نفقتي فلي أن أقبل أو لا أقبل لأن الله لم يكلفه أن يقبل من نتا أحد جميل من أحد حتى في أداء هذه الشعيرة حتى في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام ليس مطلوبا منه أن يقبل إنما له أن يقبل إن شاء هناك بعض الناس يخرجون بعض المسلمين كده عن نفقتهم من فضل الله سبحانه وتعالى لكن أولا لا بد أن نعرف أن نعرف أصل المال فإن كان من حلال فلك أن تقبل أو ترحض أما إذا كان حراما أما إذا كان حراما أو فيه شبهة فلا تقبل فلا يحج منه ولا يبرر الحج من مال حرام أبدا والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر